بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس العدد خمسة عشر أحبايا الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا نميز شكل العدد خمسة عشر ثانيا نشير إلى العدد خمسة عشر ثالثا تمثيل العدد خمسة عشر رابعا كتابة العدد خمسة عشر إذن أحبايا الطلاب والطالبات هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 130 إذن هيا نفتح الكتاب صفحة 130 في النشاط السادس اكتب عدد الأطباق إذن في النشاط السادس هيا نقوم بكتابة عدد هذه الأطباق إذن هيا نقوم بعد هذه الأطباق واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن أحبايا الطلاب والطالبات عدد هذه الأطباق هي خمسة عشر طبقا إذن عدد هذه الأطباق هي خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا في النشاط الثامن أكتب الأعداد الناقصة في الجدول تصاعديا إذن هيا نقوم بكتابة الأعداد الناقصة في هذا الجدول إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا في هذا الجدول مجموعة من الأرقام هيا نكتب الأعداد الناقصة في هذا الجدول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر احسنتم يا احباي الطلاب والطالبات اذا احباي الطلاب والطالبات دعونا نشاهد هذه الاشكال لدينا هنا مجموعة من الاشكال سوف نقوم بعد هذه الاشكال اذا هيا نقوم بعد هذه الاشكال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن أحباي الطلاب والطالبات مجموعة هذه الأشكال هي خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة هذه العداد هيا نمسك القلم المسكة الصحيحة ثم نقوم بكتابة هذه الأعداد بشكل تصاعدي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن هيا نقوم بكتابة هذه الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هيا نقوم بكتابة الرقم خمسة عشر بتتبع النقاط التالية أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بتلوين العدد خمسة عشر هيا نلون العدد خمسة عشر هيا نقوم بتلوين العدد خمسة عشر أحسنتم 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 هذه النقود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة أحدى عشر اثنى عشر ثلاثة ثلاثة عشر أربعة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن عدد هذه النقود هي خمسة عشر ريالا إذن خمسة عشر ريالا إذن عدد هذه النقود هي خمسة عشر ريالا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بتمثيل العدد بالأشكال إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هذه الأشكال إذن هذا العمود يمثل الرقم عشرة إذن هذا العمود يمثل الرقم عشرة واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن مجموع هذه الصناديق مجموع هذه الصناديق وخمسة عشر صندوقا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات كم المبلغ الموجود في هذه الخزانة لدينا في هذه الخزانة مجموعة من الريالات هيا نقوم بحساب المبلغ الموجود في هذه الخزانة لدينا هنا ريال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن المبلغ الموجود في هذه الخزانة وخمسة عشر ريالا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر أحسنتم